السلام عليكم علمتني آية اقرأ باسم ربك الذي خلق القراءة الناس الآن جالسين طبعا ومسألة والناس في البيوت قالوا سويد الفلة وتعبنا منها وفعلنا وذهبنا وعملنا مسابقات ومللنا ماذا نفعل نقول اين انت من القراءة انا احكي لكم قصة عجيبة ابن العرابي طبعا من اهل اللغة ومن اهل الغريب وله كتب ماتعة ارسل له يوما احد اصحابه غلامه قالوا رحل ابن العراب يقول له اني بيك تيجي تسولف معنا وتسير علينا فلما جاءه الغلام قال اذهب لسيدك وقل له ان معي مجموعة من الاعراب اذا فرغت منهم سأتيكم يقول الغلام جلس ونظر في الغرفة ولم يجد احدا لكن رح وصل الرسالة كما هي قال ترى قال لي ان عند مجموعة من الاعراب لما انتهى منهم يأتي فلما انتهى وجاء وصل لهم قال لي ابن الاعراب حرمتنا انساك وسواليفاك وكذا وين كنت قال والله كان معنا مجموعة من الاعراب وكذا قال لكن الغلام يقول انه نظر في الغرفة هنا هنا ما وجد احد من الاعراب فانشد لهم واخذ يقول لهم لا نجلسا ما نمل حديثهم الاباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدنا من علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدفا فان قلت اموات فلا انت كاذب وان قلت احياء فلست مفندا شوف الكلام الجميل هؤلاء هم الاعرابي اخوان اللي يذكرهم ابن الاعرابي هذول الكتب والناس وهذول مثل هذول الاشياء وانشد الاخر يقول كلاما ايضا كلام جميل جدا في الكتاب والحياة والجلوس مع الكتاب قال يسل الكتاب هموم قارئه ويبين عنه اذا قرأ نصبه نعم الجليس اذا خلوت به لا مكره يخشى ولا شغبه فالقراءة واعظم ما يقرأ اخوان كتاب الله عز وجل الحرف بحسنة وحسنة بعشرة امثالها فدونكم القرآن والسنة وتعلموا واستغلوا هالوقت اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد